مرحبه هاليوم رح نتعلم شون سوي طحين اللوز بالبيت كلفة اقل من الطحين اللوز الجاهز ونكون متاكدين مية جمية انه هو صافي يلا نبدي نتسوي سوية عندي طاحونة بهارات رح حط بيها اللوز المقشر ورح نبدي نشغله ونطفي نشغل ونطفي بها نحصلنا على طحين اللوز اول خطوة رح اسويها رح اصفيه بالمصفي حتى اخذ اللوز الناعم كلش كلش والجزء الثاني اللي يكون شوية بيخشونه رح اطحنه مرة ثانية هذا طحين اللوز الناعم كلش وهذا اللي حرجع اطحنه من جديد وهنانا حصطلد اليسار للطحين اللوز الناعم ع اليمين اللوز اللي شوية بيخشونه اللي ارجع استعمله بالوصفات الثانية اذا عجبكم الفيديو لا تنسون نسوي سبسكرايب و لايك وشير مع السلامة